مجال واحد من مجالات التطور العلمي في العالم استطاع في العقدين الأخيرين أن يغير وجه الحياة على الأرض هذا المجال هو ثورة الاتصالات التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي أصبح يفاجئنا كل يوم وكل لحظة بتطور مثير للدهشة أو مسبب لخوف الناس من المجول القادم حديثنا اليوم من مصر عن تداعيات ثورة الاتصالات عن التطور العالمي السريع والمذهل في هذا المجال وفي الوقت نفسه عن الملايين الذين ما زالوا يعانون من الأمية الرقمية نتحدث عن المدن الذكية عن حروب الجيل الخامس عن الروبوت البديل للبشر والسيارات بدون سائق عن شريحة المخ البديلة للتفكير الطبيعي والإبداع الإنساني في حديثنا اليوم نستضيف عالما مصريا مرموقا أستاذ العلوم الاتصال والتكنولوجيا الرقمية ووجه مصري مشرف في هذا المجال على المستوى الدولي نسأله أين نحن من التطور الكبير والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات كيف نواكب هذا العلم الهائل نستفيد منه في حياتنا ونتفادى آثاره السلبية عن الناس وثورة المعلومات عن تحديات التحول الرقمي في حياتنا اليومية حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر